من فيكم يحب مهمات البيطة الموجودة في لعبة GTA San Andreas? اخبروني الآن في التعليقات وهل تكرهون مهمات البيطة؟ او لا او تحبون المهمات الموجودة في اللعبة الآن؟ اكثر من مهمات البيطة طبعا اذا كنتم تعرفونا فكرتنا اليوم في هذا الفيديو سنلعب مهمة بيطة نعم طبعا اللي ما يعرف ما هي مهمات البيطة؟ مهمات البيطة اللي هي محدوفة كانت في نسخة البيطة من لعبة GTA San Andreas بعدها حدفوها في النسخة النهائية اليوم إن شاء الله سنلعب مهمة بيتها بيتها نعم ما عرفت أقولها إيش دا كل جدي وليد طبعا اسمها شباب المحتجز أو المحتجز نعم هذا هو عنوان تلك المهمة اللي يعرفها الآن يقول لي في تعليقات ما وضعها وكيف يعني ما سببها يعني حد فيها ما سبب حد فيها من اللعبة وأيضا ماذا سنفعل فيها وهذه الأشياء اكتبوا لي الآن في تعليقاتك قبل ما نبدأ نلعب شباب ولا تنسوا الدعم لايك والاشتراك ويلا نبدأ يا حبيبي انشروا المقطع في كل مكان نعم ويلا طبعا أنا وجدت هذه المهمة النازلة جديدة شباب موقع الموضات نعم فقررت أجربها معكم هيا بنا يا حبيبي أوكي هذه هي GTA SA Beta Impounded نعم المحتجز شباب مهمة المحتجز هذه اسمها المحتجز أوكي أدخل نعم بهذه الطريقة لقد دخلت سنارى شباب الآن وضع المهمة يا حبيبي نعم هيا هيا دخلنا دخلنا أوه أوكي شكلنا أوه انتقلنا إلى مكان آخر والله أوه قاعد يمشي وحده شباب أنا ما أمشيه ولا أي شيء أوكي خلينا نشوف ما وضعه المهمة مهمة جديدة أوه من هذا وصوت سيزر شباب نعم سيزر والله أوكي كنت عارف لكن أين هو الهاتف يا سي جي شكله ما هم برمج فيه نسخة البيطة أوكي ما برمجوه يعني ما كملوا برمجته أو شيء فبرمجه المهمة هي الأولى بعد صارها كذا أوكي مدري نعم قلوا لي شباب في التعليقات ما وضع هذه المهمة ولماذا حدفوها والصراحة أنا أستغرب أستغرب لماذا يصنعوا المهمة بعدها يحدفوها والله شيء مرة مرة غريب يلا أوه العصابات في كل مكان هذه عصابة الأستكاس شباب صحيحوا لي في التعليقات إذا غلط يلا يلا نبدأ المهمة في هذا المكان أوكي نعم لقد بدأت المهمة انبوندد نعم المحتجز أوه هي هوميز أوكي شكلوا سي جاي دخل لهذا المنزل قلوا لي في التعليقات هذا المنزل شباب منزل سيزر والله مدري قلوا لي في التعليقات شكلوا نعم سيزر يسكن هنا نعم مع أخت سي جاي أتوقع والله مدري شكلوا شباب قلوا لي في التعليقات هل هو وحده يسكن مع أخت سي جاي لأنه لاحظت أنا في التختم أنا بالمناسبة قاعد أختم لكم لعبة جتي يصن أندرس النسخة المحسنة اللي ما قاعد يشاهد تختيم يدخل يشاهد الآن يا حبيبي ابدأ من أول أنصحك تتابع من الحلقة الأولى وحتى تكمل يعني أنا أصلا ما كملت للآن أنا في الحلقة 12 ما لازل لازل أوكي فتابعوا شباب ورح تستمتعوا رأينا بأنه سيزر يجلس مع أخت سي جي والله ما دري يا شباب شكله يعجب بها لذلك يجلس معه أوكي هذه الكاتسين والله طولت يعني هذا السلبية واحدة فيها اللي هي أنه طول الكاتسين هنا يعني لقطة واحدة يأخذن ما فيها يعني تحركات ومدري إيش شكله لهذا حدفوها قولوا لي في تعليقات أظن هذا والله مدري لكن لا يوجد أي ما اسمه أصوات شباب من قبل كانت الأصوات أصوات يتكلمون سيزر و سيجي لكن الآن ما هم يتكلمون يتكلمون في الهاتف لكن الآن ما يتكلمون أوكي ياوا سيزر اتكلمون في الهاتف أوه كيف عالك يا سيزر أوه نحن الآن نلعب مهمة بيطة أوكي والله شيء جميل محدوفة من اللعبون نحن الآن نلعب وهيا بنا هيا متحمس مرة وش راح نسوي فيها محتجز شكله واحد محتجز نروح نخرجه أو لا أدري شباب اتكلمون في الهاتف أوكي ما الوضع والله ما أدري أوه الآن هنا يتكلمون للسانتوس بوليس قولوا لي شباب في التعليقات هل هذه الصوتية اللي نحن سمعها الآن من نسخة البيطة هي محدوفة الآن هذه الصوتية شكله نعم أنا أظن هذا لأنه يعني كلام أتوقع جديد ما هو موجود في اللعبة الآن ما راح نجدها هذه الصوتية والصراحة صوت سيجي هو اللي رائع فحدفوه يعني قصد هذه الصوت سيزر عادي جدا هو جمل محدوفة لكن صوت سيجي تلك الأصوات المحدوفة لو خلوها كان أفضل يعني أضافوها مدري في كاتسين أخرى أو لا أدري أوكي لأنه الصراحة صوت سيجي مرة رهيب ليش يحدفون بعض الصوتيات الخاصة به والله جميل جدا لكن يلا عادي جدا الآن نروح إلى تلك العلامة أولا خليني أشوف أيني أوه قريبة في مركز الشرطة والله كنت عارف نعم المحتجز أكيد محتجز في مركز الشرطة فماذا أيضا أوكي هل سيكون فيها حرب هذه المهمة نقاتل بالأسلحة ومدري إيش أنا والله ما عندي أي أسلحة يا ربو ما يكون قتال أسلحة ومدري إيش تخيلوا شباب والله مدري شكلوا شكلوا راح يكون فيها قتال يا ربو ما يكون فيها قتال أوكي لكن أستغرب دائما ليه ليه يحدفون مهمة يعني يطوروها وكل شيء بعدها يحدفوها مدري ليه أوكي نزل سي جي آي مان ها هذه الصوتيات سمعون آي مان ها كذا ويتكلم ليش يحدفوها بالله ليش والله ما أدري أوكي لقد وصلنا لهذا المكان طبعا هذه اللقطات والكاتسينة هذه اللي تظهر الآن كلها انحدفت في النسخة العادية يعني اللي نلعبها الآن من دون تركيب موضة والأي شيء اللي نلعب المهمات فيها ما رح تلقون هذه المهمة نهائيا إلا بواسطة المود هذا مود هذه المهمة طبعا نازل جديد في الموقع أوكي شا نسوي الآن اوكي مدري الصراحة شكلوا شباب ندخل لمركز الشرطة أو لا دري لكل العالمة في الخريطة انظروا انظروا ها هي أترون أنا فيها الآن لماذا يعني لا يحدث أي شيء ها أنا فيها أوكي والله مدري لماذا قلوا لي شباب في التعليقات وشا نسوي قلوا لي الآن في التعليقات مدري أوكي شكله لازم ندخل لهذا المكان آها صح صح عرفت شباب صح عرفت لما تكون في الخريطة تلك العالمة متلتت شكل يعني لازم تنزل إلى أسفل أوكي يلا أوه شوفوا شباب آتي والله آتي راح يخبره اني الشرطة نزل نزل نعم رأيتم في الخريطة أصبحت مربعة شكل يعني سنجد تلك التشيك بوينت العلامة يلا هيا بنا شباب ليش حدف أوه والله ثلاث نجمت بسرعة 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 أوه صيارتنا ايش تسوي هنا وليش أصبحت لونها ورضية كانت باللون الأحمر ليه والله مدري شباب هل تغير لونها أم لا قلوا لي في التعليقات أوه نروح للبيئن سبري نعم عرفت لماذا عرفتم لماذا شباب نعم الأساطير رح يعرفون لماذا واللي مخط من اللعبة نروح للبيئن سبري لكي نتخلص من نجوم الشرطة نعم أوه هنا رح يحدفون رح يفتحون رح يحدفون رح يفتحون شباب الكاراج حتى إذا خرجنا بسيارة عادية ما هي سيارة شرطة أوكي مين كسر هذا الحاجز اللي كان هنا كسروا الشرطة هاي 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 انقل انقل رح الشرطة صارت أقوى ليس كذلك شباب ووو والله مدري شكله الشرطة صارت أقوى فهذه المهمة مهمة المحتجز والله شكله صارت قوية هيا بسرعة رح شباب نصلح سيارتنا انطلق انطلق روح يا حبيبي روح رح لا تنظر هاي 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 رأيتم كيف قدفوا تلك المرأة شباب ووط الشيط قدفوا كالمدفع عودوا بله هاي 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 لا يقبض علي روح يا السياقة لما ثقبوا لي العجلة أصبحت السياقة مرة صعبة جدا 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 يلا اذا ساد العصاب انقلعي يلا اظن اننا قربنا بانسبري نعم كنت عارف يا حبيبي حافظ اللعبة ترون اوكي والله قلت حض شباب قلت ها كده فقط وضبطت اي الشرطة يجرون يريدون القبض عليه والله ما تقبضون عليه حتى أكمل المهمة يلا ما وضع هذه المهمة شباب ما وضعها ما سوينا فيها قتل ولا أي شيء للآن اي ادخل لا تفشلني يلا ادخل نعم اوكي دخلت الآن راح يأخذ مننا فلوس صح اوكي نعم مئة دولار يلا غير لنا لون السيارة الآن خرجنا الشرطة سوت نفسها ما تعرفنا هذه في لعبة جديدة والاندرس والآن وش نسوي يا حبيبي وش نسوي يلا شباب نذهب عند سيزر هيا بنا اوكي خليني اولا اشوف اين اوه نعم قريب والله نفس ذلك المكان اللي بدينا منه المهمة اولو 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 يا النطحة قوية شباب نطحة الكيباش نعم في عيد الاضحى نعم اوكي يلا يلا اوكي نذهب من هذا الطريق روح انطل اوه what رأيتم غطاء السيارة كيف اصبح غريب جدا هذا ايضا شيء غريب شباب في لعبة جديد اظن اظن فقط في نسخة اللايت ليس في النسخة الاصلية من اللعبة لما تصطدم يتغير لون غطاء السيارة ايضا اللون اللي من الخلف غطاء السيارة الخلفي نعم اللي هو الصندوق نعم الخلفي يتغير لونه لا ادري لماذا لما تصدم نجرب نجرب نصدم الخلفي انظروا سيتغير لونها انظروا راح نجرب يلا يلا لا والله ما تغير ليه اوكي المفروض نعم يصير غليتش هكذا ويتغير لون لا ادري كيف اشرح لكم لكن هذا اظن انه حدث لكم هذا قلوا لي في تعليقاتي من يطلق علي من يطلق لا تقول لي الجروف ستريت يطلقون علي هنا لا لا يطلقون علي على من؟ على من طيب؟ على الشرطة ام من؟ اه على عصبة الاصتيكاس هم اعداء اوكي يلا وصلنا لمكان سيزر يلا الانمال وضع هاي سي جاي واتش ديس نيترو اوكي يورينا نيترو مدري ايش ليش مغطي علينا هذا وات فوزنا والله ما فيها اي شي اظن عندهم حق لما حدفوها ما فيها اي شي مميز او حماس كبير نعم لكن تبقت سيارتنا هنا هاي ما هذا الغرابة شباب غطاء السيارة وردي المهم ما فيها اي حماس كما رأيتم ولا اي شي ولا قتال ولا اي شي تعودنا ان مهام جيت اي سان اندرس فيها قتال فيها مدري ايش حركات تتبع بالسيارات بالضراجات السرقات مدري ايش اشياء كثيرة حماسية ورهيبة لكن هذه المهمة ما فيها اي شي حماسية رأيتم ايش صار رحنا شباب يعني انا وسيزر المقر الشرطة بعدها اخذت السيارة لأدري يعني اختفت اخذوها خاصة بالسيزر اظن او هو يعني احتجزوها او لا ادري نعم اظن هذا وبعدها اخذنا السيارة واجبناها الى هذا المكان مدري مدري قولوا لي في التعليقات اشرحوا لي ما وضع هذه المهمة لاني الصراحة ما فهمتها بشكل كبير اشرحوا لي اللي يعرف نسخة البيطة نعم واتمنى يكون اعجبكم شباب الفيديو اعرفوا بانه لما تنزل اي مهمة جديدة مهمة بيطة او مهمة كده يصدعونها شباب محبين اللعبة اللعبة جديدة ايسان اندرس لما ينزلوا في موقع الموضات انا اكون اول شخص يجربها كونوا على ثقة بهذا فانا اول شخص رح اجربها معكم لاني اكيد احب اللعبة واحب الموضات واحب هذه الاشياء فلا تنسوا شباب الدعم لايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان لانه مرة راهب جربنا مهمة بيطة هلأ وجدتم شيء اروع من هذا والله شيء خرافي الصراحة مهمة البيطة مرة مرة نادرة لن تجدوها نهائيا نادرة نادرة الحصول عليها يعني فاجربنا احد مهمة البيطة اليوم لا تنسوا شباب نشر الفيديو في كل مكان وايضا لايك واشتراك نعم قلت لكم يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة